من ناحية أخرى تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات الإسكان مثل بشاير الخير والأصمرات وأهلين مشيلا إلى ضرورة عمل صندوق لصيانة مباني هذه المشروعات بالتنصيق مع المحافظة والجمعيات الأهلية أنا بس لي توصية عايز أقولها للناس اللي عندهم إسكان زي بشاير كده والأصمرات وأهلين وكده المحافظين اللي عندهم من أراضي دي المساكن دي دكتور مصطفى أنتوا بتاخدوا رقم من السكان عشان الصيانة وعشان كده وأنا بقول لكم عشان محدش يعني وبسمى حتى مواطنين اللي موجودين في السكن ده السكن اللي موجود ده قمته قمته لو إيجار قد الرقم ده خمس ست برات أنا بقول كلام لا صحيح يعني أنا عايز أقول لكم أنا بقول كده ليه أنتوا المحافظة اللي في انطقها مساكن بالطريقة دي من فضلكم دكتور مصطفى حالي لازم نعمل صندوق اللي سيانة هذه المباني والمباني للفلوس دي محدش يقرب له يعني لها مصارف محددة يعني فهي عشان إيه النهاردة اللي عمر شكلها كده وكويس طب بعد شهرين ثلاثة أربعة الأسنصير اللي فيها احتاج حاجة الناس اللي فيها هيمكن مش هت هيعودوا بقى يلمون بعضهم اللي احنا بنعمل إيه فيش كلام من ده وبالتالي لازم يكون للمناطق دي أنا بأكد الكلام اللي قلته قبل كده فيفت تحول مرحلة لازم يكون لها قيادة تسيطر عليها وتدير شونها والكلام ده بالتنسيق مع المحافظة ومنظمات المجتمع المدني الجامعيات الأهلية لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للنزل ونسيبه لا وزارة الثقافة وزارة الشباب وزارة التضامن المحافظة لوزارة الداخلية القوات المسلحة الجامعيات الأهلية من فضلكم احنا عملنا خطوة لكن في خطوات تانية خطوات تانية ايه ان احنا ان نساهم في تطوير هذه المجتمعات